بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الرابع من الفصل الثاني لمكرر هندسة البرمجيال في الجزء ده جماعة هنتكلم عن الانكريمينتال ديفلوبمنت أو التطوير المتزايد إحنا سمعنا عن كلمة انكريمينتال ديفلوبمنت دي قبل كده وقلنا إن هي أحد النمازج أو أحد الموديل الزلمين فاكرين اه صح لأجيل الماسوب مش كده وقلنا فيها ايه بنقول ممكن الاكتيفتز والأنشطة اللي بتتم للبروسيز ممكن تتداخل مع بعضهم يعني ايه تتداخل يعني مثلا عساب المثال أثناء ما أنا بعمل تحضير مواصفات زي ما انت شايف ممكن يحصل تطوير مش كده بعد التطوير ممكن أرجع تاني لسبسي فيكيشن معاي يبقى إذن السبسي فيكيشن ممكن يحصل تطوير للبرنامج ويرجع تاني أعمل مواصفات من جديد يبقى إذن ممكن العمليتين يتموا بتداخل يعني لا يشترط هنا الترتيب زي ما احنا خدنا في الوتر فول موديل طب والديفلوبمينت ممكن أروح للفاليديشن وارجع تاني للديفلوبمينت للتطوير من جديد وهي كذا معاي جماعة إذن في الانتريمنتل فيها لا يشترط الترتيب ممكن تتداخل العملات مع بعضها وأثناء تداخل العملية ديات ممكن يطلع بقى حاجة اسمها فيرجنز أو إصدارات من البرنامج يعني مثلا ممكن أثناء ما انت بتعمل الاسبسيفكيشن يطلع حاجة اسمها الانشيال فيرجن الإصدار الأول أو البدائي أثناء عملية التطوير هنا وارجوع لمرحلة الديزاين قبل كده يبقى إذا ممكن يحصل فيرجن جديد اسم الانترميديت فيرجن وفي الآخر خالص أثناء عملية التستنج أو التستنج ممكن يحصل فيرجن إذا في الحالة دي يا جماعة لا يشترط ترتيب الأكتيفيتز طيب يا جماعة هل الكلام ده مميزات طبعا؟ ايه المميزات؟ أكيد أكيد الايه؟ الكوست هيقل مش كده؟ في الوترافول موديل كان علشان أعمل أي تغيير أي تغيير الكوست كان عالي لكن دلوقت أي تغيير الكاستمر أو العميل هيطلبه الكوست التكلفة بتاعت التعديل والتحديث ده مش هتبقى كتير معاي؟ إذن The cost of accommodating changing customer account is reduced مش كده أقول ليه؟ إذن the cost of accommodating ايه؟ Reduced قلت أي تعديل أي حاجة هتحصل التكلفة هتقلت معاي؟ طيب حاجة تانية إحنا عشان ننتهي من هوتر فول موديل كنا عشان ننتهي وناخد آخر مرحلة كان بيمر فترة زمنية كبيرة صح ولا؟ مظبوط؟ جميل كنت عشان أخد الفيدباك أو رد فعل العميل كان بعد آخر مرحلة لكن بالوقت ممكن أخد فيدباك من العميل يعني رد فعل العميل على البرنامج بتاعي في المراحل الأولية أثناء عملية التطوير إذن أصبح من السهل أن أخد من العميل فيدباك It is easier to get customer feedback on development work أثناء ما أنا بعمل التصميم والتنفيذ ممكن أقوله هشوف خلي بالك إيه رأيك في البرنامج ده مش كده؟ طب رأيك إيه؟ طب نعدل إيه؟ نعمل إيه؟ وهكذا معاي؟ إذن الفيدباك بقى إيه؟ أسهل طيب إيه كمان؟ ده أنا دلوقت بطلع final version بسرعة مش كده؟ وكمان ممكن أدي للعميل initial version في أول مرحلة خالصة جماعة إذن أصبح أنك تسلم العميل أصبح أكثر سرعة في التسليم هذه الطريقة مرابد أصبح أكثر سرعة في التسليم مرابد delivery معاي جماعة جميل دي مميزات الbenefits لطريقة من هه؟ طب أي حاجة لها مميزات وعيوب بتاعي نشوف عيوبها كده مع بعض؟ بقولك من ضمن عيوبها The process is not visible يعني أنت معندكش خط مش عارف إيه هيحصل The process is not visible إنت عمال إيه تعمل إيه؟ تصميم وتطوير وترجع تاني لتحديد المواصفات وبناءا عن رغبة العميل في التغيير بتغير وإنت معندكش رؤية واضحة إيه اللي هيحصل في نهاية البرنامج إيه اللي هيحصل في نهاية البرنامج إيه التغيير ده ممكن تعمل إيه في الأول كام بتاعه؟ معاي؟ The process is not visible وإيه كمان يا جماعة؟ بيقولك إيه بقبولك التعديلات والتغييرات اللي بتتم بصورة مستمرة ديت ممكن تقلل من أداء البرنامج كل ما تزود حاجة تزود حاجة تزود حاجة تزود حاجة ممكن في الأخرة تلاقي أن الـ Functional الأساسية مش موجودة بنسميها ايه؟ بنسميها ايه؟ بنسميها ايه؟ Degrade Degrade معناها محلال في الأداء The system structure tends to degrade بيتجه لأنه يبقى إيه اللي في الأداء As new increments are added والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر